قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان للأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد أو الحرب وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإن جوتيريش قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن هؤلاء الفارين تركوا كل شيء خلفهم لإنقاذ أنفسهم وشدد جوتيريش على أن الواجب هو مساعدة اللاجئين في إعادة بناء حياتهم من جديد مشيرا إلى أن نحو 4.82 مليون شخص في العالم أجبروا على الفرار من منازلهم